شفناك حاطة بوست ع الفيسبوك عم تنتقد فيها نقابة المحررين كانوا نشاط بيناك من اللي ست نعم شو القصة بالضبط؟ ليش نزلتها؟ ما في قصة كل ما في الأمر أنه أنا من حوالي سنة أو سنتين مرأت على بني طالع عند كاتب عدل فبقرأ على مدخل بني نقابة المحررين الصحفيين فطلعت قلت هاي نقابتي وما بعرف وين كان يعني موقعها صلي مدي ما توصل طلع طلع اسأل بدك يبدون شي مني بدون شي شغلي فحملت حالي وطلعت على النقابة فتت مرحبا يا شباب يا صبايا أهلا وسهلا قالت لهم أنا جاي اسأل اكتشفت أنه مركز النقابة هون هل لازم علي شي اشتراك علي رسوم متأخرة لأنه صلي زمان ما توصلت مع النقابة كنت قبل مسجل بالنقابة؟ أنا مسجل بالنقابة عدوا بالنقابة وكنت مدير مسؤولة مجلة الصداي اللي أنا رئيس تحريرها ومجلة أدواء المدينة آخر سنة كنت مسجل فيها بالنقابة أي سنة؟ ما بعرف أنا عم بيحكي بالتسعينات أنا من التسعينات وما عدت جددت المدينة؟ ما عدت رحت ولا جددت ولا تعطيت مع حدا وعساسا بتعرفي الظروف اللي كانت عم تصير يعني من التسعينات مانت موجود بالنقابة؟ لا وصلت قلت لهم شو الوضع اللي حت ترجع حالي إنه إذا في شي مكسور الشيء اللي عاد جاءت واصل فبيفتحوا الملفات بيطلعوا بتقلي إنت مش عنا بالنقابة محزوف من النقابة لتلا ليه؟ كيف محزوف؟ قال إيه ما أنك مسجل عنا على الجدول؟ إنت مفروض بنقابة الصحافة لتلا ليش بنقابة الصحافة؟ قال لأن إنت عندك امتياز اسمه مجلة الصدا فالمجلة هاي بتخليك ونعود ونقابة لتلا بس أنا محرر بالنهاية قال لا ما عندي وهاي ملفك ورائك وعطتني ورائق غراضة إيش يا بال... يعني مستندات لقلي إنه هاي ورائك وشكرا وإنت مش عنا وما إلك محل عنا أنت بنقابة الصحافة فمرة أنا التقيت بحدا من المسؤولين بالنقابة فبيقلي إنه إنت لحتى ترجع عالنقابة لازم تتخلى عن الامتياز الصحفي اللي عندك بنقابة صحافة مجلة الصدا قال له كيف يعني بكبة مثلا قال إيه كبة أو سجلها باسم بنتك باسم مرتك باسم حدا تاني بس ما فيك يكون عندك مجلة وعضو بنقابة محررين فاعتبرت أنا نوع من التخلص مني بطريقة ذكية أو إنه هاي دي قوانين بالية تيفها إنه شو يعني واحد صحافي ما بيحقل يكون مع المحررين بس بيحقل يكون مع أصحاب المجلات شوها النظام السخيف هيدا بعدين أنا مفروض هلا ما عم تصدر المجلاتي وما بقى في حدا عم يصدر مجلاتي كبار الجريد وقفت فشو يعني بيصير وضعي ما عندي مجلاتي عم تصدر بس عندي امتياز بروح بكبه للامتياز لترجع نقابة المحررين تقبلني عضو فيها هيدا إما تهرب مني لحتى ما كون بالنقاب لأنه أنا عادة رحكون مشاغب أقل شي رح شاغب إني أطلب للنقيب اسأله إنت شو عم تعمل للنقاب دلني عشي عم تعملوا للمحررين انت نقيب عندك امتيازات نقيب بتسافر بصفتك نقيب المحررين بتطلع بتقابل المسؤولين بصفتك نقيب المحررين بتطلع عند الرؤسة بتاخد امتيازات ما بعرشو هي كتير إنت عم تروح نقاب المحررين شو عم تقدم للمحررين هلا أنا سواء كنت عضو ولا مش عضو بالنقاب دلني أنا شو بتعمل شو بتقدم لي أنا كمحرر اي محرر اليوم شو بتعمله هل حمايته انه يكون حصريا التعامل معه كونه محرر صحفي هل حمايته انه عملوله تخفيضات متل ما كانوا يقولوا زمان تخفيض على فتورة الكهرباء على فتورة التليفون على تزاكرة طيران شو بتعمله هل ده ما انطلوا شيخوخته للمحرر بس يكبر او يتقاعد من ايام ملحم كرم الله يرحمه لليوم بياخدوا هاللقب وبيستعملوا لمصالحهم الشخصية لدرجة انه نقبت المحررين ايام ملحم كرم الله يرحمه كانت بمجلة بجريدة البيراق ومجلة الحوادث كان مبنى ملك ملحم كرم حاطت فيه نقابة المحررين ولما توفى ملحم كرم نقلت النقابة واخدت مبنى لحالة هلق اليوم احد رفاق ملحم كرم اللي هو النقيب جوزيف الصيفي صار هو الوريس الشرعي والوحيد للنقابة بيطلعوا بيجدد وبيمددوا بيجدد هو من ازلام ملحم كرم هو من البوطة طبعيته يلي كانوا ما يدخلوا عن النقابة الا الناس اللي ضمنيني بنتخبوهم بدي اقل لك شغلي نقيبنا حتى نحترمك ونحبك ونكون معك مش عليك عمول كل شي في مصلحة المحرر الصحفي من حماية حقوقه وحمايته مهنيا واسعى بقوة لحتى تقر قانون الاعلام الجديد يلي بيحفظ كل هذه الحقوق ونضف الجسم الاعلامي والصحفي من المحررين الدخلاء يلي شغلتهم بس يحكم بالفضايح وبالحياة الخاصة للفنانين والمشاهير والسياسيين نضف الناس اللي ما عندهم شهادة ممنوع يشتغلوا بمؤسسة والمؤسسة اللي بتشغل صحفي بدون شهادة او بدون عضوية نقابي لازم تتوقف وتتسكى عمول شي خلينا نحس حالنا انه نحن بنقابي قوية ونسبني للنقابي في ايدك ما بضرك واذا لم نفعل؟ انا مش خسران عكل حال صار لي 40 سنة مش عضوي انت كيف بتقبل ناس ما بتعرف تكتب صحفي فوتهم عن نقابي وناس صار لن 40 سنة بالمهنة مش عضاء بالنقابي كيف؟ وفي ناس بمؤسسات اعلامية بيشغلوا غير لبنانيين وبالوقت يلي اللبنانيين المحترفين خارجي كلية الاعلام اللي متلي ومتل كل زملائية منن لا اعضاء بالنقابي ولا بيلاقوا شغل بالمؤسسات على اعتبار انه الاجور تعرفي تشغيل ارخص لنرجع شويل للباست الفاست قلت شاطمين لإسم حزفوني نعم حزفوني عن الليس طيب حضرتك منك مسجل اليوم بالليست أصلا منك مسجل بالنقابي ولا مجدد حزفوني من النقابي من 3-4 سنين لقيت حالي محزوف بس مبعث من قيمتك انت مسجل بال99 بال94-93 هيك شي مسجل بال94 نعم بهالحدود بالنقابي نعم بعد كذا سنة رحت لك تراجع نعم وهو من المعروف انه كل سنة بدك تجدد وبدك تدفع الرسوم صحيح حضرتك كل هالسنين مع الرسوم مزبوط سقطت يعني عدويتي بتقادم الزمن إذا هيك بدي استعيدها لا تجي اليوم وتقول أنا اسمي مش موجود أنا شاط بيني والمفهوم بهذا البوست أنه انت متجدد ومشتوب لا لا لكن لا فهم إذا فهم أنا زلمي صريح وواقع ومباشر أنا صر لي أكتر من 10-15 سنة ما توصلت مع النقابي وبيعترف بهالشي لما رحت اتواصل شوف أنه شو مكسور علي لحتى جدد رسوم الدفع شو علي شو واش بيت مفروض علي لقيت أنه قالولي أنت مش عنا مشتوب من عنا ليش النقابي ما بتتصل فيي بتقلي مثلا نخيي أنت عليك الرسوم ليه ما عم بتدفعه ليه ما بيتواصلوا معي بيقولولي أنت ما عم بتدفع الاشتراك السنوي ليه ما بيتواصلوا ليه لما بيصير انتخاب مرة واثنين وثلاثة واربع ما بيتصلوا فيي تاعة انتخاب انت تاعة جدد عضويتك لحتى يحقلك تنتخاب ما حدا بيقولي مرحبا شيلك من كل هادي ظروف أنا مش عضو بالنقاب المحرر بدي فوت هلا عن النقابي شو ما طلوب مني أنا وزملائي اللي مش بالنقابي نعمل لنرجع عن فوت من أول وجدي هاتلا نشوف أنا صار لي تقريبا أربعين سنة بالمهنة الصحافة عندي شهادة إعلامية من كليهة الإعلام وعندي خبرة أربعين سنة وعندي دراسات عليا تروه زيام سيكل بالإعلام من جامعة جرنوبل بفرنسا وصار لي أربعين سنة بمارس مهنة الإعلام بالمرقى وبالمطبوع كله نهول بيكفوا اني يرجع فوت عن النقابي اليوم بعد أربعين سنة أنا ما كنت عضو رح يعتبر حالي مش عضو هلا بدي فوت عن النقابي شو لازم أعمل ممكن يخبروني لحتى أنا أمن كل المطلوب وشو الخدمات اللي بيقدموها للمحررين بس يصيروا أعضاء فيها هلا عن جديد ما فكرت تروح عن النقابي تسألهم شو المطلوب ورا لحروح هلا بعد الانتخابات لحروح بعد هاي المقابلة لحروح لحروح اسألهم شو مطلوب مني أنا بتفوت عن النقاب حيقولولي أنت معك انتياز مجلة الصدى فإذا أنت عضو بنقابة الصحافة وما بتقدر تكون عضو بالنقابتين هلا أنا مع مصدر مجلتي بيجبروني بيع المطبوعة اللي عندي الامتياز كبو أو أعطيه لأي حدا حتى قدر فوت على نقابة المحررين طب أنا رح بحبش هلا بالملفات وشوف أعضاء المقابة المحررين إذا فيهم حدا عنده شيء امتياز وسعتها لكل حادث حديث يوم بالآخر شو هدا تتقول؟ بدي فوت على نقابة المحررين وبدي طالب نقيب المحررين أنه يقدم مشروع يقدم فيه كل الضمانات المطلوبة للإعلاميين والصحفيين المحررين من طبابة من ضمان شيخوخة من تقاعد من امتيازات كانوا حاصلين عليها بفترة من الفترات فواتير تليفون فواتير كهرباء اللي نخصم تذكر سفر طيران إحنا ياما مننعزم على مهرجانات أكيد مش عم بطلب تذكر سفر للسياحة الشخصية قانون الإعلام أول شيء وأهم شيء من كل هول فيه نقطة واحدة ممنوع حدا يشتغل بالصحافة إذا لم يكن عضوا بالنقابة وممنوع حدا يفوت على النقابة إلا إذا كان عنده شهادة إعلامية وخبرة أنا إلي الشرف كون مع المحررين زملائي مثل اللي بيقهرني إنه في زملاء لقلنا تدربوا عندي بمجالة الصدى وكانوا متفوقين وأنا بتشرف فيهم طبعا زملاء لقلنا صاروا فاتوا عن نقابة وأنا بعدني ما فت عن نقابة شيء بيضحك يعني أين طيب بصير مقهور إني ما فت عن نقابة لما بحس إنه النقابة عم فعلا عم تعمل إنجازات وعم تحمي حقوق لهالمحررين بقول له ليش أنا مش معهم هيك ساعة عبكون أنا بدي إركض لعندهم ليه فوتوهم ما فوتوت إلا ما بعرف ما بعرف ما أنا ما بعرف ليش شيلوني أصلا أنا فتت عييم النقيب ملحب كرم أنت ما جددت إيه ما جددت أنا أهملت لحظة لحظة إيه شو نحن مليون ما نحن كلنا ميتين واحد شو مليون واحد ما اللي انتقبوا سبعمائة واحد ماشي يعني كان عدد تسلاميلي 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 إحنا اليوم إذا تأخرنا بدفع فاتورة التليفون بيبعطوا لنا اس ام اس تأخرت بدفع الفاتورة تفضلت فعل إذا تأخرنا فاتورة الكهرباء بيبعط لنا البنك في عليك فاتورة كهرباء ولو نقابة في عليك تجديد بطاقة ليه ما جدت جدد بطاقتك تبعط لي اس ام اس مفروض هالتسعمائة سبعمائة اسم عندهم ممسجلين أرقامهم يتواصلوا معنا بعدين إحنا موجودين يعني مش مخبيين مش مجهول الإقامة ما نحن كل يوم بمؤسسة بيعرفونا ومنعرفهم وعم نتلاقي بالمناسبات كم مرة متلاقيين مع بعض مسلمين عبعض مش صعب يجي النقيب يقول يا جمال روح على النقاب يشوف زبط وضعك عندك رسوم مكسورة عليك روح اتفعهم يعني مانا هلقدي صعب القصة بعدين نحن مش مليون نحن كلنا لانا تجاوزت سبعة اثمانمائة شخص فيهم مية مش معروف موجودين وين وزا بعدهم هحكيلك نكتي عندي قريب الله يرحم متوفى كان عضو بنقابة المحررين من شي ثلاثين اربعين سنة بالستينات يعني هلق بالسبعينات صارت الحرب بالخمسة وسبعين سافر على افريقيا وهاجر وصار يشتغل بالتجارة بالخمسة وسبعين سافر بالتسعين انا كنت بعدني مش داخل عن قابة المحررين بدي مدير مسؤول للمجلة فتلفنت له على افريقيا انه بعث لي كتاب انك بتقبل تكون عندي عضو مدير مسؤول بالمجلة هو بافريقيا فبعث لي كتاب وقمت سجلته المدير المسؤول عندي هو عايش بافريقيا صار له كان شي 30 سنة مش عام يميرس المهني اصلا ولا شاغل بالصحافة لما صار علي دعوة مرة من احد الاشخاص على محكمة مطبعات فاستدعي هو بصفته مدير مسؤول فلما اجا وصل على المحكمة اجا من افريقيا خصوصي عشان الجلسة فقال لي يا كذا وكذا وكذا اعطيتك اسمي لانتي تروح كل الصهرات تحضرها والحفلات والمهرجانات ووقت المحاكم تبعت وراي انا نتخيلي كيف كنا نستأجر مدير مسؤول هذا شي ما بيصير لازم المحرر هو يكون مسؤول عن مقالته هو مسؤول عن كلام اللي بيكتبه والمجلي بتكون حميته والنقابة بتكون حميته عيب انه بعد حدا يقل لي انت ما فيك تكون عندنا عضو بالنقابة بس هاي كل المختصة